فضيلاً في الشيخ ما يزعم به البعض الذين يحلون السحر بأنهم يستقدمون جن من المسلمين ويأخذون على ذلك أبالغ كبيرة ما صحة هذا؟ هذا باطل ولا يجوز الاستعانة بالجن بحال من الأحوال يعني هذا الشرك إذا استعان بالجن فقد أشرك بالله والواجب أن يستعين بالله عز وجل وأن يتعالج بما شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز الاستعانة بالجن ولا الاستعانة بالغائبين ولا الاستعانة بالأموات وإنما يستعان بالحي الحاضر القادر على نفع من يطلب منه النفع بالعلاج كما في قوله تعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يجوز الاستعانة والاستغاثة بالشخص الحاضر القادر على ما يطلب منه ما اعتقاد أن الذي ينفع ويضر هو الله وإنما هذا سبب فقط سبب من الأسباب الاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذا سبب من الأسباب المباحة نعم